ونزل إسلام عيسى وكريم حافظ زي ما قلت لحضراتكم الجانب الآخر فيوتشر فكانت تشكلته كالتالي محمود جنش في حراسة المرمى عمل برضو محاولات قوية لرد هجمات بيرامدز المرتدة حينما هاجم فيوتشر بكل خطوطها علي الفيلو ومحمود مرعي في قلب الدفاع باسم علي وجوزيف جونسان على الطرفين كانت محاولاتهم مش كتير قوي النهاردة رغم أنهم من أسلحة الكابتن علي ماهر الدائمة غنام محمد ومهند لاشين في نص الملعب ناصر ماهر عبد الكبير الوادي محمد رضا بوبو وفي المقدمة مروام محسن وتبقى عن نزل عمر السعيد ونزل أحمد عاطف ونزل هشام نبوي ونزل أحمد رفعت زي ما قلت لحضراتكم بين شوطي المباراة أو مع بداية الشوط الثاني من المباراة برافو فيوتشر برافو بيرامدز مبروك بيرامدز هارد لك فيوتشر والآن لدينا فريق واحد مصري في الكنفدرالية هو بيرامدز وفريق واحد مصري في دور الأبطال هو النادي الأهلي لكن تعالوا نتكلم في ثلاث ثواني كده أو في ثلاث دقائق عن هذا اللعب إلا على يساري الآن عبدالله السعيد بما أننا يعني في أجواء رمضان الجميلة وعايشين أيام حلوة لكن فيها بعض المأكولات الرمضانية الشهيرة أبرزها الكنافة كنافة بقى بكل أشكالها كنافة بالمانجا كنافة بالنوتيلة كنافة بالمكسرات كنافة بالطمر أو بالبلح كنافات عديدة يعني لا فارق من وجهة نظري ما بين هذه المأكولات الجميلة وهذا اللعب لكن الفرق واحد بس أن كتر المأكولات دي بيدر شوي بيتخن مثلا بيزود السكريات في الجسم لكن كتر عبدالله السعيد في الملعب ما بيدرش ده بيمتع بيفيد بيخليك تتذوق أحلى حلاوة ممكن تشوفها وده في رمضان وغير رمضان ده الفرق الثاني اللي ما بينه وما بين الكنافة عبدالله السعيد وما أجمل ما يقدمه عبدالله السعيد اللي بيلعب بدماغه قبل ما يلعب بجسمه اللي بيعرف إمتى يتحرك وفين يتحرك فبتلاقيه كأنه بيلعب في كل مكان في الملعب وهو مقبل على الأربعين من عمره اللي ما تشبعش أبدا من أنك تتكلم عليه كل مباراة بنفس الكلام اللي بتقوله عنه عبدالله السعيد اللي سجل النهاردة هدفا رائعا هو الثاني لفريق بيراميدز بعدما توغل في عمق دفاعات فريق فيوتشر وسجل رغم كونه وحيدا بين هؤلاء المدافعين عبدالله السعيد ويا جمال عبدالله السعيد هنفتقد كثيرا 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 حينما تنتهي رحلته في الملعب هذه الأسطورة عبدالله السعيد طيب كده بعدما انتهت متشات الكنفدرالية ترجمة نانسي قنقر